النهاردة كان فيه جلسة من جلسات محاكمة حنين حسام المشهورة بفتاة التيك توك يعني او فتاة التيك توك حنين حسام انتو عارفين اللي وجه لها تهمة الاتجار في البشر وعمل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أبليكيشنز محددة زي لايكي ومش عارفه الدهبي وإيه والحاجات دي فيها نوع من أنواع الحضة على الفجور والرذيلة ودعوة فتاةات انهم ما يخشوا وقلوا كلام مش عارف إيه وانتفكرين القصة والنهاردة كانت جلسة من جلسات المحاكمة وكان فيه من وقاع الجلسة الاستماع للشهود ودخل حنين حسام وهي دخل الجلسة كانت في حالة انهيار شديد وكانت منهارة نفسيا وبتبكي وبتصرخ صراخ شديد وتعبانة وبعد ما سمعت الشهود كمان الشهود الإثبات اللي بيثبتوا التهم عليها يعني زادت حالة الانهيار ودخلت جوه القفص وقعدت تقول لا حول رقوة إلا بالله حسبي الله أنا أعمال وكيل ينهاري سود وبتاع أنا كفاية علي كده أنا عايزة روح لأمي وابويا كلام في هذا في هذا الإطار يا أهي كانت هنا دخلة الأفص وكانت فيه بداية حالة الانهيارة وبتبكي وبتعايت وبتبسح دموها وبعد ما دخلت الأفص فيه القاعة فيش ثواني يعني سانيتين تلاتة كده هتشوفوا دلوقتي حصل لها حالة الانهيار وبكاء شديد هستيري وصراخ وعادت تقول لا أنا عايزة روح لأمي وابويا وكفاية كده ومش كفاية كده ومش عارف ايه فاضطروا بعد كده لإخراجها من القاعة علشان يعني تهدأ كده نفسيا وتلاقي الإسعافات الطبية اللازمة طيب الحقيقة إنه أول ما تشوف الصور وأول ما تتابع القصة تلاقي جواك شعورين متناقضين أو إحساسين عكس بعض إحساس إنساني طبيعي طبيعي بالتعاطف والشفقة لأن إحنا في النهاية بنئدمين وكلنا لحموا دم وكلنا اللي في سن يعني كلنا أبهات عندنا بنات أولاد في السن ده فطبيعي لما تشوف المشاهد دي وتشوف انهيار بنت في السن ده وتتخيل حال أبوها وامها دلوقتي لازم لازم تتعاطف وتشفق وتقولها حولها ولا قوة إلا بالله العديل العظيم يعني ربنا يكون فعونهم ده الإحساس الأول اللي طبيعي وإنساني بس مش عقلي أما الإحساس التاني اللي جواك واللي قائم على العقل والقانون والضمير يقول إنه هذا هو العدل وإن هذه آية من آيات الاعتبار للناس يعني إيه الاعتبار؟ يعني لكي يعتبروا لكي يتم الردع يا ما تكلمنا عن حنين حسام دي ومواد الأدهم برضو الفتاة التانية فتاة التيك توك برضو ولا فتاة السوشال ميديا واللايو بتاع اللي بتتحاكم برضو في تهمة شبيهة يا ما تكلمنا عنهم قبل ما يتقبض عليهم بيخش السجن يا ما تكلمنا وقلنا إيه اللي بتعملوه ده إيه اللي بيحصل ده إيه اللي أنا شايفه ده وللأسف كانوا بيتمادوا ده لدرجة ان احنا طلعنا في مرة وقلنا طب فين أبوكو فين أموكو إزاي سايبنكو تعملوا كده على الحسابات بتاعتكو على مواقع التوصل الاجتماعي دعيم وما يصحش ومخالف للقانون لأنه بقى فيه قانون دلوقتي اسمه جرائم الإنترنت ولكن لا حياة لمن تنادي لا هم توقفوا ولا أبوهم أموهم قدروا يوقفوهم ويقول لهم ما يصحش ينهرسون اللي بتعملوه ده ستوب لا لا فيه أب وأم سايبين الموضوع والولاد فرحنين وبيخش لهم فلوس وبقوا مشهورين وبقوا اسمهم نجوم السوشيال ميديا فتمادوا في القصة إلى أن أصبح ذلك مصيرهم خلف القطبان ودلوقتي حالة الندمة هي ويا ريت اللي جرى مكان طبعا احنا قلنا من الأول لكن في النهاية لازم يا في النهاية بقى فيه عبرة ولازم يا فيه درس عشان كده أنا رأيي أنه حالتي حنين حسام ومواد الأدهم تمثلان أهم عبرة ودرس لكل شباب السوشيال ميديا خدوا بالكوا هو قادي المصيرة هو لو استخدمتوا السوشيال ميديا في غير محلها لو خلفتوا القانون لو هوس التربح والثراء والكسب السريع تملك منكوا قادي المصير قادي النتيجة وساعتها لا تلومن إلا نفسك لأنك عارف وشفت عارف وشفت أنا بقول لك شيء صعب بعين تتعاطف وتشفق وبعين تانية تقول هذا هو العدل ولازم ياخدوا عقابهم عشان يبقوا عبرة لمن يعتبر أرجو أرجو أن احنا منشوفش حد تاني في الوضع ده من شبابنا أرجو أن احنا منشوفش حد في الوضع ده من ولادنا وبناتنا أرجو أن الناس تعتبر وتستخدم التقنيات اللي ربنا خلق أهلنا زي السوشال ميديا استخدام المفيد الاستخدام اللي يقدمني ويفهمني ويوعيني مش اللي يحبسني